السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء أبنائتي العزيزة درسنا اليوم هو التناسبية 6 الكتلة الحجمية عندما أقرأ العنوان فهناك مفهومين تعرفنا عليهما في الحصة الفارطة الكتلة والحجم فما علاقة الكتلة بالحجم وما هي الكتلة الحجمية إذن أبنائي كتعريف الكتلة الحجمية تختص كل مادة بمقدار فيزيائي يميزها عن بقية المواد الأخرى ويسمى الكتلة الحجمية إذن كل مادة تميز عن مادة أخرى بمقدار فيزيائي هو الكتلة الحجمية الكتلة الحجمية مجموعة من القواعد أساسية كما ذكرنا في القواعد التناسبية 5 سلم تصامم الخرائط فالكتلة الحجمية لها مجموعة من القواعد ما هي هذا القواعد كتبسط أبنائي هي كتتعري الكتلة الحجمية نرمز لها بغو ما هو غو مثل بي نحضوا معي بحل شكل بي نحضوا معي جيدا مثل لا يدخل بي الكتلة الحجمية هي مادة تساوي الكتلة الحجمية ما هو تفسيرها أو ما هي العلاقة التي تميز الكتلة الحجمية الكتلة الحجمية هي الكتلة قسم الحجم لإيجاد كتلة مادة ما هي مادة الكتلة الحجمية لمادة ما هي الكتلة المادة على حجم هذه المادة وهذا حملة إذن الكتلة على الحجم الكتلة الحجمية هي الكتلة قسم الحجم ونعبر عن الكتلة الحجمية بمجموعة من الوحدات نعبر عن الكتلة الحجمية بمجموعة من الوحدات إما الطن على المتر كيب على المتر المكعب يعني طن بار متر كيب أو الكيلوغرام على الدس المتر المكعب تدير كيلو جرام بار دي سمتر كوب أو بيان الجرام بار سمتر كوب يعني الجرام على سمتر مكعب الحجم ماذا يساوي الحجم بدلالة الكتلة والكتلة الحجمية تعرفنا على كل حجم حجم مشورة القائمة قلنا مساحة القاعدة في الارتفاع ولكن ماذا يساوي الحجم بدلالة الكتلة والكتلة الحجمية الكتلة الحجم يساوي الكتلة الكتلة الحجمية يعني الكتلة على الكتلة الحجمية هو الحجم الآن الكتلة ماذا تساوي الكتلة بدلة الكتلة الحجمية والحجم الكتلة تساوي الكتلة الحجمية في الحجم الكتلة الحجمية في الحجم إذن هذه كلها مجموعة من القواعد يجب أن تأخذها بعين الاعتبار لحل مسائل لها علاقة بالكتلة الحجمية أو مسائل تطلب إيجاد الكتلة الحجمية أو الكتلة أو الحجم نبدأ بالمسألة الأولى كتلة قطعة من الحنحاس هي 89.4 كيلوغرام وحجمها هو 10 دسمة المكعب السؤال يقول أحسب كتلتها الحجمية أحسب كتلتها الحجمية الكتلة الحجمية ماذا تساوي أبنائي؟ لاحظ القاعدة الكتلة قسم الحجم إذن سنوظف هذه القاعدة مباشرة إذن غو هي الكتلة الحجمية 89.4 كيلوغرام قسم 10 دسمة المكعب ستعطينا 8.84 كيلوغرام على الدسمة 8.94 كيلوغرام على الدسمة المكعب 8.44 كيلوغرام بردسمة كيب الآن المسألة الثانية مجسم من الفولاذ كتلته 81.9 كيلوغرام تابعوا أبنائي إنها واحدة القرام ونعلم أن الكتلة الحجمية للفولاذ هي 7.8 كيلوغرام على السنة المكعب 7.8 كيلوغرام 8.4 كيلوغرام السؤال أحسب حجم هذا المجسم إذن حجم المعطيات لدي الكتلة الحجمية والكتلة إذن سأنتقل مباشرة لإيجاد الحجم بدلالة الكتلة والكتلة الحجمية ونعلم أن الحجم يساوي ماذا؟ الكتلة قسم الكتلة الحجمية ناحدوا معي جيدا هنا سنعود إلى وحدة قياس الكتلة الحجمية الجرام على السنة المكعب إذن الكتلة بالجرام ولدينا هنا الكتلة بالجرام إذن لن نحتاج إلى التحويل سننتقل مباشرة لإيجاد الحجم هو الكتلة قسم الكتلة الحجمية يعني 81.9 جرام على 7.8 جرام على السنة المكعب على سنتيمتر المكعب تساوي 10.5 سنتيمتر المكعب هذا هو الحجم بطريقة جيدة سهلة تلاحظوا بجرام وغرام وتبقى وحدة الحجمية السنتيمتر المكعب وأخيرا أبنائي ننتقل إلى الوضعية الأخيرة أو المسألة الأخيرة ما هي كتلة الزيت الموجود في إيناء حجمه 900 سنتيمتر مكعب نحب الحجم علما أن الكتلة الحجمية للزيت هي 0.92 كيلوغرام على الدسيمتر المكعب في هذه المعطيات لدينا ماذا؟ الحجم والكتلة الحجمية والمطلوب إيجاد الكتلة أبنائي هنا لدي الحجم بالسنتيمتر المكعب ولدي الكتلة الحجمية الحجم بالدسيمتر المكعب وإذا عودنا إلى الوحدات لاحظوا معي جيدا أبنائي نعود الوحدة التي المعبر عليها يجب أن تكون بالكيلوغرام على الدسيمتر المكعب وهنا لدي الحجم بالسنتيمتر المكعب يجب أن يكون الحجم بالدسيمتر المكعب يعني أول شيء سأبدأ به هو التحويل إلى الدسيمتر المكعب 900 سنتيمتر المكعب سأحولها إلى الدسيمتر المكعب بعد إجراء تحويلات في جدوى قياس الحجوم سوف نجد 0.9 دسيمتر المكعب وبالتالي سوف أطبق مباشرة القاعدة ماذا تساوي الكتلة الكتلة تساوي الكتلة الحجمية في الحجم ولدينا هنا الكتلة الحجمية 0.92 والحجم بعد التحويل إلى الدسيمتر المكعب 0.9 إذن الكتلة الحجمية الكتلة عفوا تساوي 0.92 في صف فص 9 تعطينا 0.828 كيلوغرام إذن أبنائي درسنا لهذا اليوم والكتلة الحجمية لمس فوليميك يجب أن تعلموا أن مجموعة من القواعد يجب حفظها حفظها جيدا لتتمكنوا من حل المسائل بهذه النوعية ولا تنسوا دائما الوحدات التي ذكرت سابقا وحدات سطنع المتر كيب كيلوغرام بعد سمتر كيب لغرام بعد سمتر كيب يجب أن نوحد هذه الوحدات دائما في حل المسائل وبالتوفق أبنائي إلى فرصة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر